بسم الله الرحمن الرحيم طلاب حبايب طلاب سنة تالتة هنبدأ الواجب طبعا يونت سيكس طبعا بارت وان بيج تو هندرد اند تويني ناين متين تسعة واشرين طبعا الدرس بتكلم عن الكوزيتف اول جمه بيقولي شيك جاتزا كارتنز احنا برضو عايزين نراجع ونأكد ونقول ان لو جاب الشخص قلنا لو تفتكروا مع هاف او جت يبقى لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جت ومصدر لو جاب الشيك مع هاف او جت تصرف تالت يقولي شيك جاتزا كارتنز احنا عايقلنا كارتنز او بنقول ان كلمة كارتنز معناها الستائر يبقى هي حصلت على الستائر متنظفة او تنظفت لها الستائر يعني بالمعنى بتاعنا يبقى لو جاب الشيك مع هاف او جت تصرف تالت لو جاب الشيك مع هاف او جت تصرف تالت يبقى I'll have my bookcase طبعا bookcase طبعا تعتبر شيء يبقى delivered تصرف تالت what stops you as productive as you could be قلنا الفير stop بمعنى يمنع او ايه اه يمنع او يحوش حد من احاجة يبقى قلنا اما اين جي اما فروم اين جي تبقى from being I'm going to have a new washing machine installed طبعا يعني washing machine هتتركب لي كوشنج machine جديدة the sergeant made the criminal قلنا الفعل ميك او ميد في الاكتف في المبنين المعلوم بعده المفعول والمصدر لكن لو بتنبقى باسف يبقى تو مصدر وكت بقول انه الغنى اللي اغنية بنقول الفعل ميك معلوم مصدر مجهول تو مصدر الفعل ميك معلوم مصدر مجهول تو مصدر اعتقد ميك زا كريمينال طبعا ده معلوم وواضح جدا يعني يبقى لبقى المصدر اللي هو يتوق هالوالديك بيسمحه لك طبعا الفعل قلاو يتبع بالمفعول وبعدها تو زاد المصدر يبقى تو ستاي صعب جدا نخلي الواضبيتر ده يغير رأيه يعني عنيد يبقى ميك بيرر الفعل ميك معلوم مصدر مجهول تو مصدر يبقى المصدر يتشينج طبعا ميكانيك دي تعتبر زي ما انت شايف شخص لو جاب الشخص معها في مصدر مع جد تو مصدر يبقى فين المصدر يا باشا يبقى لوك ماذر هاد شايماء لو جاب الشخص معها في مصدر يبقى ماذر هاد جانا هيرون بفور شي وينت اوت يبقى طايد طايد طبعا هنا الفعل ده معلوم مصدر مجهول تو مصدر ده الفعل ميك انا بغنى غنية تاني لكن في الكوزيتف لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جد تو مصدر طبعا هتقول لي طب ايه اللي جاب هاد هنا يا مستر الهاف يا ابني ما قولنا ما ده الباسف ما ده قصد الماضي بتاعه يبقى دي هاد يبقى برضو مصدر اي هاد زا كار لو جاب الشي بقى اللي هي ميكار قولنا تصرف ثالث يبقى اي هاد ميكار واشد اي جات زا ميكانيك طبعا ده لو جاب الشخص مع جد تو مصدر يبقى تو ريبير اي هاد اميكانيك طبعا جاب الشخص هنا مع هافهو اللي هي هاد الماضي من هاف يبقى مصدر يبقى فين ريبير يبقى احنا كده ماشيين صح ما اعتقدش ان انا هقدر اقنع الوضع عني ده جت قلي يبقى تو اجري every six month i have my eyes tested لو جاب الشي مع هاف او قد تصرف ثالث تصرف ثالث تصرف ثالث تمام يبقى tested all stores must have cameras cameras يبقى شيء يبقى installed برضو تصرف ثالث i had my car برضو الشيء مع هاف او قد تصرف ثالث يبقى checked شفتوا سهل ازاي بس لو غدني ترغني ده i my friend to go يبقى دي يا جت يا جت هتقول لي تبقى نختاري من تتبص القملة بي بيقول لك didn't يبقى ده ماضي يبقى i got my friend to go to the beach with me although he didn't want to go ايا will have her house by some workman يبقى decorated لو جاب الشيء مع هاف او قد تصرف ثالث تصرف ثالث i didn't have my hair cut طبعا نفعل ده قد 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 my parents me finish my homework before they allow me to watch TV my parents me finish طبعا في مفعول مصدر طبعا ده ما نفعش مع stop ولا ينفع مع get ولا ينفع مع tell me finish هي get me finish لا طبعا get me to finish ولا tell me finish لا هي make me finish بخلونا عمل واجب قبل ما يسمحولي اصلي تلي دي اخبار لكن make اكبار i have the mechanic my cards not balance every year يبقى i have the mechanic يبقى لو جاب الشخص ما هاف مصدر او لو جدتو مصدر زاترين اس بص بص بيقولك from 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 playing football بيقولك from 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 يبقى انا عارف ان رأي على stop ده على طول stop مفعول from ing او ing مباشرة ننتقل للصفحة الاخرى بسم الله i was made اظن السيغة دي صديقي انت عارف انها بسب i was made يعني انا اكبرت my homework again قولنا الفعل make معلوم مصدر مجهولتو مصدر معلوم مصدر مجهولتو مصدر يبقى to do my father always us go to bed early when we have exams عندنا انتحانات فبيخلنا نروح بدري we have to obey his orders اصف طالب يقولي تم ما تنفع ليتصاص يا باشا ده بيقولي بيخلنا نروح ننام بدري يبقى make يبقى ده اكبار مش اقنع هو ولا الاوس بسمح لنا طبعا اولا الاوس مفعول to كذلك persuades مفعول to زاد المصدر لكن هي let's smash مصدر مفعول مصدر الجرامر يمشي لكن المعنى مش يبقى صح وانا مش بيسمح لنا نروح وبيكبرنا لعشان عندنا امتحانات we our project done last night خلي بالك بقول last night so now we can relax يبقى ده ماضي يبقى got it's very profitable business profitable يعني مربح but i couldn't make him لكن انا مش هقدر اكبره make him make معلوم مصدر مجهول to مصدر يبقى make him make up his mind خلي بالك make الاولانية دي معناها يكبر لكن التانية make up his mind يعني يغير رأيه او يقرر it's certainly true but i can't you believe it هي حقيقية فعلا بس انا مش هكبرك تصدقها معلوم مصدر يبقى make you believe مش قلاويو لو قلت قلاويو يبقى to لو قلت ليت مش هسمح لك تصدقها لا طبعا ولا get لو قلت get you يبقى to believe you should him explain why he made such a mistake يبقى انت المفروض you should have him you should have him ليه بقى لان اقول له you should have him انت مفروض تطلب منه يشرح مش قلاوهم لو قلت قلاوهم هيبقى to we cause him too we get him too his disease المرض بتاعه him from going to the party يبقى ستوبت منعه الجملة مش محتاجة يعني he asked us if it was possible for us to let him let him let مفعول مصدر يبقى let him paint the b-h teacher لو مدرس الالعاب physical education had us طبعا had يتعتبر هافي يعني بس في الماضي had us يبقى لو جاب الشخص مع هاف مصدر مع جد too مصدر يبقى دي run طبعا دي الماضي ران وما تنفعش to run ولا تنفع is running I want my brother معروفة want مفعول too want دي مش يعني ما هيش صعبة يعني I want you too I want you too يبقى فين too فين تو فين تو عندك بقى شوف باشا فين تو اخترها باشا الاولانية يبقى to turn I will have my house يبقى redecorated لان طبعا هنا جاب الشيء وقلنا لو جاب الشيء معه او جد تصريف ثالث صح يبقى لي decorated يعني يعني يعد تزيينه يعني يعني the teacher the teacher us copy the notes from the black board the teacher us copy خلي بالك بقولك مفعول وبعدها مصدره طبعا مرة ما تبقى got ولا caused ولا اللاود لو اللاود يبقى هي had 36 we weren't احنا ما تسمحش لينا we weren't to take خلي بالك بقولك to take يبقى we weren't مش got ولا have ولا had we weren't allowed احنا ما تسمح لناش i went to as a mechanic to have مش اقول to have repaired my car فين الobject المفعول my car والتصريف الثالث يبقى repaired to have my car repaired you should get your blood pressure from time to time المفروض ان انت تروح تشوف تقيس الضغط بتاعك كل فترة يبقى you should get your blood pressure لو جابش شيء مع have او get تصريف الثالث يبقى measured how often do you get at the dentist clinic في عياد الدكتور الاسنان how often do you get your teeth checked تب فين التصريف الثالث عشان تبقى صح your teeth to check لأ السيغة دي ما تنفعش your teeth checked هي دي يا باش يبقى how often do you get your teeth checked مش اقول how often do you get checked your teeth لأ المفعول اللي انا هعمل الشيء اهو وبعد التصريف الثالث your teeth checked my mother usually gets me عز اني get ومفعول اهو يبقى too زائد مصدر يبقى too tidy they should get their children طبعا ادي get وقت يبريد children نوع الشخص يبقى too limit it's probably good idea for people who live close to mobile phone masters mobile phone masters لها براجل محمول يبتبقى موجودة كده لتقوية الاشارة to get خلي بالك بقى بيقولك to get their health لو جاب الشيء مع هفق وجيت تصريف ثالث وطبعا الهرسي دي تعتبر شيء يبقى checked يبقى checked يبقى لازم انت روح تفحص ماشي الصحة بتعتك لو انت عايز جنب ابراجل محمول i ali to go to the sport club with me although he didn't want to go رغم انه ما كانش عايز يبقى انا اقنعته قالي لان فيه توزا دي المصدر هوت وحطة الاقنعة موجودة ما ينفعش اقول i made علي لو قلت i made علي يبقى معلوم مصدر الفعل مين بقى ميك ده يبقى كان i made علي go وما كانش هيدي بقى انه ما كانش عايز اقنعته هنا بقى انا اقنعته بجت لكن made يبقى ادقى الاجبار وما تنفعش كمان موجودة لان طبعا فيه توزا ده المصدر لو كانت صحكت هتبقى امتى لو قلت علي go يبقى i made علي go مي هاد هرب توث لو جابش مع هف او جت تصرف تالت يبقى بولد يا صديقي بولد نخش عن اللي بعد يا باشا طبعا الالم بتاع الباز فانا بقى بعمل بيدي فبتجد صعوبة معلش بعلم بالداية لان الالم اللي بتاع بازا نودي بس بسم الله لان كان فيه تسريب طبعا هنا بيأكد لك ان الزمن موجود خلي بالك خلي بالك من النقطة دي انا بحدد نقطة في الزمن نقطة نقطة مبارح في الزمن يبقى ده كان بيد استمرارية وطبعا بيقول لك حوض المطبق تصلح لان كان فيه تسريب ليك قلنا يعني ايه تسريب يبقى ده موضي مستمر يبقى I was having مش أي هاد هاد لان في الساعة عشر مبارح بعد موضي مستمر يبقى هاد ده مضارع تام والهاد ده مستقبل يبقى I was having يعني فيزيتها ها اترفضت خلي بالك كلمة recently من كلمات present perfect لو احنا قلنا ده يبقى مضارع تام يبقى هازهات I recently no one helps me خلي بالك من الجملة دي لانها فقط ترك يقول لك محدش ساعدني محدش ساعدني يبقى ده مش يبقى I have the garden watered دي لو انا اللي كان حد تاني عمال هالي كانت تبقى صح يبقى دي برا اللعبة يبقى I هي الاجابة الصحيحة I have watered the garden رويت الحديقة مؤخرا خلي بالك ريس انت اللي بردو من كلمات المضارع التام فشها تنفع I watered the garden ولا have been watered he got his brother his old computer لو جبنا الشخص مع have مصدر مع جتو مصدر لو جاب الشيء مع have او get تصريف ثالث يبقى he got his brother اعتقد من ده شخص يعني يبقى مصدر to replace the farmer by the vet vet اللي هو الطبيب البطري يبقى the farmer had it checked لا طبعا had his horse checked يعني الحسن بتقعد فعصية دي باش had his horse checked had his horse checked طب كدت تنفع مستر نقول جت جت ازاي يا ابني جت checked his horse ازاي ما تنفعش ولو قلت the farmer had checked فحص من by the vet خلط we can't go into the living room احنا مش عارفين نروح ندخل في غرفة المعيشة because we are having it decorated ولا having decorated it ولا having it decorated خلي بالك شاف الخبس ده مصدر بقى بره ما تنفعش having decorated it لا طبعا ما تنفعش الصيغة ده هي الإجابة ايه طيب we are having it decorated طبعا الإجابة الاولى having it decorated ماشي يا باشا نخش بقى على آخر جزء وآخر جزء دايما بيقولك don't get confused يعني صح صح يا باشا لاني فيها تركة خلي بالك من هذا الجزء نبير اللون لللون الأحمر تعالا my dad his car repaired he can't drive me to school خلي بالك my dad his car repaired ممكن تقولي يا مستر ما هو تنفع get his car repaired في نياد الاسي بره طبعا my dad ممكن اقول has ماشي بس هو بيقولك he can't drive me to school يبقى الحاجة بتتعمل دلوقتي ولا هاد لو كان هاد بقى كتتصلحت لا هي is having الترك هنا ندام ودارع مستمر لان الحاجة لسه بتتعمل I have to عايزين نكمل الفراغات دي بالإجابة دي والإجابة دي I have to انا مضطر my hair is this week ينفع I have to have my hair cut this week آه شغال I have to have يعني I have to have دي have to معناية اضطر إيه have بتاعت الكوزة و my hair دا المفعول وبعدها التصريف التالت يبقى I have to have I have to have my hair cut مش هينفعول I have to get وبعد كده my hair اقول to cut غلط ولا هينفعول I have to make my hair to ولا هينفعول I have to have ماشي ممكن اقول I have to have ماشي لكن وجوزة اقول my hair to cut لأ يبقى دي بر I think the boss اللي هو رئيسك في الشغل رئيس الشغل will مكان space وبعد كده you zakaar يبقى I think the boss will you I think the boss will you وإيه zakaar انفعول will get you وبعدها وجد لأ طبعا ما تنفعش عصن الصيغة دي get وبعدها وجد ينفع أول I think the boss will have you to wash لا لو قلت have يبقى مصدر مع الشخص I think the boss will make you washing لا طبعا I think the boss will have you wash هيطلب منك تغسل لان مع have مصدر مع get to مصدر ده روجه بالشخص I should my car as soon as possible ينفع I should have my car sold تمشي الصيغة دي آه طبعا تمشي مش هقول I should make my car sell ولا I should get my car to sell آه مش حاجة عشان أقنعها I should أصدم الشخص عشان أقنعه I should إيه هقول I should get my car sell لا لو كان صح zero mate اللي هو أزميلي في الأوضة doesn't me inside zero doesn't doesn't get me to smoke ما بيقنعنيش أدخن والله doesn't have me to لا طبعا هي doesn't let me smoke ما بيسمح ليش أدخن طبعا مش قول مايكرا سمول doesn't get me smoke برضو ببدي بره اللعبة خالص when did you your bank accounts إمتى آخر مرة عملت فحص الحسابات البنكية ده لو عندك حسابات بنكية ده لو عندك أنت يعني أنا عارفك مش لاقي حاجة when did you when did you هقول when did you have your bank account is a check لا ده مصدر يبقى ما نفعش مع الأشياء when did you get your bank account is to check وانا bank account هقنعه يفحص نفسه ولا حالا انت فهامني بعد كده هقول when did oh you your bank accounts هقول get وبعدها checking لا طبعا when did your bank account is شوف بقى when did you have شغال your bank account is we checked جانا always her brothers their bids makes her brothers tidy their bids بتكبرهم ينظفوا عظمة make او معلوم مصدر يبقى makes وهير برادرز ده المفعول وبعد المصدر جانا always نجرب التانية دي اولا ما نفعش اقول جانا جانا her brothers ومعها got ومعها مصدر لا طبعا جانا always had her brother tidy لا طبعا بره اللعبة جانا always get طيب جانا always get تتفيني الاس اولا وبرضو لو هي get هتبقى too tidy mona her older sister her cloth yesterday ملابسها mona made her elder sister to iron لا طبعا ما تنفعش made في المعلوم معاته ابدا mona got her older sister to iron her cloth yesterday اهي دي got اهي ايوة هي دي زابوس him a suit بدلة although he wanted to wear sportswear رغم انه كان عايز يلبس لبس رياض يبقى ده فيها اكبار يبقى زابوس makes him wear هي تمشي makes him wear لو في البرزنت لكنه بيقولك although he wanted يبقى ده ماضي يبقى عايزين الماضي يبقى زابوس made made him wear خلقا يلبس غصبا عن ali his credit card ali space his credit card ali has his credit card change بزمتك دي تنفع ده فيها مصدر get get her credit card to change هي مش شخص عشان يكنح وبعدين فين الاس كمان ali his credit card made هي فين الاجبار هنا عشان نعملها to change ali got his credit card he changed يعني الكريدد كار دي بتاعه تغير وغيره the manager his secretary the documents الوثائق the manager got his secretary to be typed ده بس to be typed دي the manager had his secretary type طيب موجودة هي had his secretary طيب had الشخص اهو موجود مع have مصدر مع جت ومصدر يبقى هي had طيب لان جاب معها المصدر اهو طيب اين فعقول the manager got his secretary تاريه فين got والشخص يبقى لو كان فيه to قد صح طيب the manager made the secretary تمشي اقول made her secretary اصح بس لو قلت made ومفعول كان لازم معها المصدر لاننا الفعلي make معلوم مصدر مجهول تو مصدر يبقى made غلط ومعها طيب غلط ما تنفعش معها made ومعها تصريف ثالث لو كان made her secretary طيب قد صح اخر جملة mom doesn't me sweets very often الحلويات يعني يبقى my mother doesn't let me ما بتسمحليش have sweets have هنا معناها يأكل very often مش هينفعول my mom doesn't get me to have doesn't get me ما بتقنعنيش doesn't get me to have sweets ما بتقنعنيش ان انا لا doesn't let me ما بتسمحليش يبقى هي الاجابة let have نشوفكم على خير وانا دايما بقول لكم التعب دايما هو اللي بيقدر النجاح والتعب والاسرار والمحاولة و no gain طبعا معلش بقى انا بكتب بدون الالم فتلاقي او طلع او ايه طلع او حوار no gain without without داره عرف تكتب without pain انا قلت برضو حل لكم ناشي الواجب بفيديو جميل عشان ايه اتأخرت عليكم عشان صوتي وانا سفعلات شوفكم على خير دايما سلام عليكم